موسيقى موسيقى مشاهدين اهلا بكم اطلالة جديدة من المشهد على كل المتغيرات عربية وعالمية دعونا اليوم نقترب من قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية وردود الفعل المختلفة ما بين الرافضة والتحذيرات المختلفة من التداعيات تداعيات وردود افعال متزيدة جاءت بعد اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل لم تجرى في الضفاء الغربية وقطاع غزة الا اذا سمحت اسرائيل بتنظيمها في القدس الشرقية ايضا كان عباس قد اصدر مرسوما دعا فيه الى اجراء انتخابات تشريعية في 22 من مايو ورئاسية في 31 من يوليو في استحقاق كان في حال اجرائه سيكون الاول من نوعه منذ 15 عاما استحقاق شديد الاهمية كان سيكون له تأثيره على المسار ومجرى المفاوضات الفلسطينية وعودتها في هذه الحالة السلطة الفلسطينية ارجعت قرار التأجيل الى عدم وفقة اسرائيل على اجراء الانتخابات في القدس الشرقية لكن اطرافا فلسطينية عدة ابدت اعتراضها على التأجيل ودول عدة هي الاخرى ابدت قلقا وتخوفا من التدعيات التي ستترتب على قرار التأجيل ترى ما هي طبيعة التدعيات التي ستأتي عقب هذا القرار وكيف هي مؤثرة باي حال على عودة المفاوضات من جديد ما هو التأثير على الداخل الفلسطيني وما هو الواقع الآن في الاراضي الفلسطينية دعونا نلقي الضوء على الموضوع نقترب من المشهد ضيفي وضيفكم هو الدكتور اسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي الفلسطيني أهلا بك دكتور اسامة أهلا وسهلا اسمح لنا نبدأ هذا الحوار بهذا التقرير اللي بيلقي الضوء على الموضوع أكثر ثم نعود لبدء الحديث إن شاء الله إلى التقرير أكد رئيس الفلسطيني محمود عباس أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت رفضها إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس المحتلة مجددا التأكيد على أن الانتخابات لن تجرى دون القدس معلنا تأجيل معهود إجراء الانتخابات لحين ضمان مشاركة المقدسيين فيها وقال عباس إن هذه ليست قضية فنية بل هي قضية سياسية مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات المركزية بدلت جهودا خارقة في تسجيل الناخبين حيث لم يحدث في الطريقة الفلسطينية أن أكثر من 90% من الشعب سجل للانتخابات مما يعكس حماسة شديدة واهتماما للانتخابات من قبل الشعب كما أن وجود 36 قائمة لخوض انتخابات المجلس التشريعي يعني أن هناك حماسة شديدة من الشعب لإجراء الانتخابات وأعرب الرئيس عباس عن اعتزازه بالروح الوطنية والديمقراطية التي تحل بها الفلسطينيون جميعا في إقبالهم على هذه الانتخابات التشريعية سواء في التسجيل الذي لم يسبق له مثيل أو في القوائم العديدة التي تدل على الرعب والوعي في حق كل فلسطيني في الترشح والاقتراع كما أكدت العديد من القوى والشخصية الفلسطينية أن قرار تأجيل الانتخابات سبب منع الاحتلال إجراءها في مدينة القدس هو تنفيذ لموقف كافة الفصائل الفلسطينية التي أعلنتها بأنه لانتخابات بدون القدس وقالت الجبهة العربية الفلسطينية إن موقف القيادة الفلسطينية جاء منسجما مع المراسيم الرئاسية لإجراء الانتخابات في القدس وجميع المحافظات الفلسطينية وكذلك ما تم التوافق عليه في القاهرة بأن القدس يجب أن تكون في قلب العملية الانتخابية من جانبه أدنى البرلمان العربي بشدة الموقف المتعنت للسلطات الاحتلال الإسرائيلية بشأن رفض مشاركة أهالي مدينة القدس المحتلة في الانتخابات الفلسطينية وهو الموقف الذي دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تأجيل الانتخابات التي كان مقررا لها في 22 مايو لحين ضمان مشاركة أهالي مدينة القدس المحتلة بها باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الشعب الفلسطينية أهلا بكم جديد دعونا نلقي الضوء على الموضوع أكثر من خلال الحوار الضيفي وضيفكم مرة أخرى هو الدكتور أسامة شعص أستاذ العلاقات الدولية والمحل السياسي الفلسطيني السؤال في البداية عن الأسباب التي أدت لتأجيل العملية الانتخابية ما هو معلن وما هو غير معلن في هذا الإطار كيف ترى الأمر دكتور أسامة؟ يعني في البداية أهل المسهلا بك وتحية لك ولا إدارة القناة ومصر الحبيبة والشقيقة التي ترعى دائما القضية الفلسطينية في كل الملفات الحقيقة أن ملف الانتخابات هو جزء من عملية مصالحة فلسطينية طال انتظارها منذ 15 عاما وهناك صراع وخلافات وانقسام فلسطين على الأرض أدى إلى تشضي الوطن وانقسام الضفة عن غزة وبالتالي صار هناك حكومتين صار هناك قيادتين قيادة بقيادة حماس لغزة استولت على غزة والسلطة انحسرت وجودها السياسي في الضفة ولكن استمر النفوذ والعمل السياسي الدولي تحت رهان السلطة الفلسطينية باعتبارها هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني كمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية نتاج منظمة التحرير بالإضافة إلى ذلك هي جزءا من اتفاقات سياسية شملت الحالة العلاقات الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي أو العلاقات الفلسطينية العربية والدولية وبالتالي منظمة التحرير أسست اتفاقات سلام مع الاحتلال الإسرائيلي انتهت بإنشاء سلطة أوسلو والتي على أساسها تجرى الانتخابات في التشريع وتجرى الانتخابات بشكل دائم جرت في عام 1996 ثم في 2006 الآن في 2021 المفروض أن هناك مرسوما رئاسيا صدر بعد جهود مضنية من البحث وتراكم الضغوط الخارجية على الحالة الفلسطينية سواء بسبب صفقة القرن أو بسبب تغول الاحتلال الإسرائيلي وتهويده للأرض الفلسطينية بدأ هناك شعورا داخليا لدى الأشقاء الفلسطينيين سواء فتح وحماس يعني الأشقاء مع بعض بدأوا يشعروا بالخطورة وبالتالي ضرورة إجراء الانتخابات كمنفذ لعملية المصالحة وبالتالي يبدأ فيما بعد بناء النظام السياسي وبناء الالتيان السياسي الفلسطيني من جديد سواء تشريعي سواء مجلس وطني سواء انتخابات رئاسية وبالتالي نتفرغ فيما بعد لاستحقاقات العملية السياسية والتي هي تشكل أساس الدولة الفلسطينية بإذن الله بعد الدخول في عملية مفوضات على أساس حل الدولتين واستنادا إلى مقررات القانون الدولي وهي التي تقضي بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية الحقيقة أنه استضمت مسألة الانتخابات بعدد من العقبات والتحديات العقبة الأولى هي مسألة كورونا ولكن كورونا يمكن أن يتم تجاوزها من خلال التصويت الإلكتروني من خلال التباعد من خلال مد فترة الاقتراع حلول مختلفة في حلول مختلفة وبالتالي هي مسألة لجستية ليست إلا وبالتالي هناك تحت لدينا القدرة أو لدى القيادة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية القدرة على إجراء الانتخابات من خلال حتى لو كان كورونا ممكن تغلب على هذه العقبة اللجستية نعم على المستوى اللجستية لكن العقبة الثانية وهي الأهم هي عقبة القدس القدس كلنا يعرف أن القدس تقع حتى الضفة وفلسطين كلها تحت الاحتلال ولكن القدس مغلقة تماما من خلال الحواجز من خلال الأسوار من خلال الثكنات العسكرية والمستوطنات ويمنع أي فلسطيني من خارج مدينة القدس دخولها الآن عملية إجراء الانتخابات فيها تخضع بالدرجة الأولى وفقا لاستفاقات أوسل التي ذكرتها في عام 1996 يجب أن يكون هناك انتخابات في مدينة القدس وحتى الاحتلال الإسرائيلي ملزم وحتى استنادا إلى الاتفاقيات الدولية ليس اتفاقات أوسل في حازم حتى في اتفاقيات جينيف الأربعة نصوص واضحة على الأراضي المحتلة تقع تحت الاحتلال يجب عليها أن تمارس حقها في تقرير المصير حتى لو كانت تحت الاحتلال في التصويت والاختيار وحتى الأسرة تحت الاحتلال الأسرة الذين يقاونوا تحت الاحتلال من حقهم أن يختاروا ممثليهم داخل المعتقلات للتفاوض مع إدارة المعتقل وبالتالي نحن نتحدث عن أن مدينة كاملة عدد سكانها يتجاوز 350 ألف فلسطيني هؤلاء جميعا محاصرين مغلقة أمامهم كل السبل استنادا إلى الضمانات التي حصل عليها الرئيس الفلسطيني في البداية والترحيب الدولي والأوروب بتحديدا والدعم والإسناد العربي بضرورة إجراء الانتخابات لتجديد الشرائيات الفلسطينية وثم التوجه إلى العملية السياسية والمفاوضات وبدأ عملية سياسية جديدة تفاجأ بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يقبل في هذه اللحظات الاحتلال الإسرائيلي رفض وبأرسل مرة واثنين وثلاثة من خلال مبعوثين دوليين من خلال قيادة سياسية ذهبت إلى من أوروبا ذهبت إلى الاحتلال الإسرائيلي أو وزير الخارجية ذهب إلى أوروبا يستطلع ويطالب ويضغط باتجاه إجراء الانتخابات إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يصر لماذا يصر؟ يعني حتى أوضح هذه النقطة يصر بشكل أو بآخر لأنه وأنا بتقديري هذه مسألة يجب أن يدركها الجميع الاحتلال الإسرائيلي يشكل الآن حكومة داخل الاحتلال كل الموجودين في داخل الاحتلال الإسرائيلي في الكنيسة الإسرائيلي لا يستطيعون حتى مهما كان لو كان في أقصى اليسار الإسرائيلي كما يدعون لا يوجد يسار إسرائيلي ولكن في أقصى اليسار أقصى الصهيونية اليسارية أو اليمين الإسرائيلي لا أحد يستطيع اتخاذ قرار بإجراء في انتخابات في القدس في الوقت الحالي لأنه في حالة تشكيل حكومة وبالتالي نتنياهو لا يستطيع الآن ولا حتى بنت ولا حتى جنتس ولا أي أحد من الأشخاص إذا ترشح للرئاسة في الوقت الحالي لأنه بحاجة إلى تعزيز الاقتلاف الحكومي للحصول على 50 زائد واحد لو 60 مقعد زائد واحد بتال 61 مقعد ولكن بعد ذلك ستعود الضغوط مرة أخرى وبالمناسبة في عام 2006-2005 كانت هناك انتخابات فيه المفروض أنها ستجري في 2005 الرئيس أبو مازن استنادا إلى الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي كان رفضيا رفضيا يجري في القدس أيضا شارون في ذلك الوقت إلا أن الضغوط الأمريكية والأوروبية واللجنة الربعية الدولية أصرت بالضغط على شارون بالالتزام بإجراء العملية الانتخابية في القدس استنادا إلى انتفاق أسلو فوافق على ذلك ولذلك تم تأجيلها في تلك الفترة من شهر سبتمبر حتى يناير إذن الانتخابات الفلسطينية رهينت الرغبة السياسية الإسرائيلية؟ تحديدا في مدينة القدس أتحدى الآن نحن لماذا نؤجل الانتخابات في القدس؟ حتى لا ننسبق لدي بعض النقاط لماذا لا تقرأ العبية التصوير في القدس بنفس الطريقة في تخطي العقبة اللوجستية؟ المسألة ليست في المسألة اللوجستية نحن نريد أن يكون هناك سيادة بالمفهوم السياسي والقانوني الإحتلال الإسرائيلي منذ صفقة القرن أعلن هيمنتو الكامل على المدينة ويمنع دخول أي حتى فلسطيني سياسي في الفترة الماضية كان هناك صحيح أن هناك في تسهيلات لكن السياسيين الفلسطينيين كانوا يستطيعون الدخول والخروج والمحافظة ولكن في هذه الفترة أغلقت تماما بعد إعلان صفقة القرن المسألة أصبحت سياسية وقانونية إذا ما جرت الانتخابات حتى بالإمكان القيادة الفلسطيني تتصل في كل مواطن لجنة الانتخابات تتصل في المواطن وستطلع تصويته إلكترونيا وينتهي الأمر ولكن المسألة سياسية لأنك إذا أنت أجريت الانتخابات ولا تستطيع أن تضع مركز اقتراع في داخل مدينة القدس مثل ما جرى في 2006 مثل ما جرى في 2005 مثل ما جرى في 1996 نحن نتحدث عن أنك فقدت المدينة طيب نصوت إلكترونيا تصويت الإلكترونية أنت في مصر يصوتون من عديد من الدول فكرة السياسي هذا نقطة شديدة الأهمية نقطة مفصلية في الموضوع لكن ألا ترى أن فكرة وجود الانتخابات والوصول إلى اتفاق بدخل هذه الانتخابات ما بين الفصائل الفلسطينية هذا ما سوف يعبر عنه والخروج بهذه الانتخابات بأي حال من الأحوال هو الأهم؟ بالتأكيد أنا أتفق معك تماما أولا مسألة إجراء الانتخابات لها أهميتين نقطتين مهمتين جدا النقطة الأولى إنهاء الانقسام تماما وتوحيد الساحة الفلسطينية الداخلية وبالتالي الفصيلان الرئيسيين في حالة انسجام الآن واتفاق تام على معظم القضايا حتى على مستوى البرنامج السياسي حتى حركة حماس الآن لديها موافقة تامة في إقامة دولة في حدود 67 البرنامج السياسي لحركة حماس أعلنوا بصراحة في المثاق حركة حماس ثم في الانتخابات الأخيرة التي جرت في حركة حماس عادت إنتاج قيادة بشكل أو بآخر قريبة جدا من التفاهمات مع القيادة الفلسطينية وبالتالي هناك في تفاهم داخل حركة حماس مع القيادة الفلسطينية على برنامج المقاومة الشعبية يعني ليس بالضرورة الذهاب إلى المقاومة المسلحة كما جرى في الفترات الماضية البرنامج المتفق عليه الآن فلسطينيا بالحد الأدنى المقاومة الشعبية باعتبارها السبيل الأنجع في هذه الفترة لكسب التعاطف الدول الآن نحن متفقين على كل شيء إذن لماذا نختلف في الانتخابات؟ الانتخابات تأجيلا وليس إلغاءا بمعنى إذا جرت الانتخابات في الوقت الحالي بدون القدس نحن خسرنا المعركة قبل دخولها في المفاوضات نحن نطالب المفاوضات أن تكون القدس جزءا من الانتخابات جزءا من المفاوضات الفلسطينية باعتبارها قضية رئيسية للقضية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي يعتبرها العاصمة الأبدية إله ونحن نعتبرها العاصمة الأبدية إلنا الوقاعة على الأرض تقول أن الشعب الفلسطيني موجود فيها ديمغرافيا والاحتلال الإسرائيلي موجود فيها عسكريا واستيطانيا وتهويديا وبالتالي فيه هناك صراح شديد يعني شديد الخطورة في داخل مدينة القدس الآن إذا نحن أجرينا الانتخابات بدون القدس نحن يعني تنازلنا عنها فورا كأننا تنازلنا عليها بدون أي ثمن في المفاوضات القادمة إذا ألغينا الانتخابات هذا يشكل خطرا على الديمقراطية الفلسطينية إذا أجلنا الانتخابات وهي الأهم كما جرى من خلال قرار الرئيسة بمازين نحن نتحدث زاهبين إلى أن الانتخابات الآن رهينة الموافقة الإسرائيلية في القدس طب المجتمع الدولي طالبك بإجراءة ديمقراطية إذن على المجتمع الدولي أن يضغط على الاحتلال بالاتزام بالاتفاقيات الدولية على المجتمع الدولي أن يفرض على الاحتلال استنادا إلى اتفاقيات جينيفا الأربعة استنادا إلى المواثيق الدولية أن من حق الشعب الفلسطيني تقرير المصير ماذا يعني تقرير المصير؟ التصويت هو جزء من تقرير المصير التصويت لكل سكان فلسطين المحتلة عام 67 هذا جزء من الحق في تقرير المصير استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة استنادا إلى مواثيق الأمم المتحدة استنادا إلى الاتفاقيات الدولية الصادر عن الأمم المتحدة سواء مجلس حقوق الإنسان أو سواء في اتفاقيات جينيفة الأربعة دكتور أسامة خليني أناش معك الوضع بصورة أكثر تفصيلاً بكل الأراءة التي تتردد في الكواليس عن موضوع التأجيل ونقترب من فكرة ضغط المجتمع الدولي أكثر حتى نرى مدى وقعياتها على الأرض في الحقيقة البعض بيقول في الكواليس أن الوضع الداخلي لمنظمة فتح والانقسامات بين أفرعها وكوادرها المختلفة سبب من أسباب قرار التأجيل وتخوفات أيضاً من خسارة فتح في هذه الانتخابات كيف ترى هذا؟ يعني أنا بقول ربما يكون فيه منه جزئية من الحديد بمعنى أنه فيه هناك انقسامات في حركة فتح واضحة في وجود قائمتين رئيسيتين قائمة الرئيس أبو مازن قائمة اللجنة المركزية اللي بترأسها الأخ أبو جهاد محمود العلون والقائمة الأخرى اللي بترأسها الدكتور ناصر القدوة انقسمت عن حركة فتح ولكن هذا لا يعني أن حركة فتح ستخسر في الانتخابات يعني ربما الأصوات التي ستذهب غاضبة من حركة فتح ستذهب باتجاه القائمة البرغوتي القدوة كما تسمى ستجمع أصوات هنا وتتجمع أصوات هنا ربما بعد الانتخابات في التشريعي ربما يكون هناك عشرين مقعد هنا أو عشرين بالمئة هنا تلاتين بالمئة هنا خمسة تلاتين يديك أصوات بنسبة أعلى وبالتالي يمكن تجميع هذه الأصوات خارج يعني بعد إجراء الانتخابات هذا أولا ثانيا كل الذين سيخرجون من فتح لن يذهبوا إلى حماس ولن يذهبوا إلى اليسار ولن يذهبوا حتى للمستقلين ربما يذهبوا إلى القوائم الأخرى في حركة فتح هي قائمة البرغوتي أو غيره ثم أيضا هناك القائمة الثالثة التي يعني معروف عنها قائمة برئاسة سيبة أو سميل المشهراوي والتي يعني مدعومة من الدحلان كما يقال هذه القائمة أيضا جزء منها أو كانت يوما ما محسوبة على حركة فتح بكوادرها وأعضاها ولكن هذه أيضا لا تؤثر على حركة فتح بالحقيقة لأن كل أعضاؤها وجزء كبير جدا من أعضاها بنوا علاقات خارج الأطر الحركية لفتح الذي يؤثر على حركة فتح هي قائمة البرغوتي والقدوة ولذلك هذا على المستوى التحذيرات من خطورة الأمر لكن إذا ما عدنا إلى سوابق في هذه المسألة في عام 2006-2005 كنا قبل قليل نتحدث فيها كان هناك خلافات طاحنة في حركة فتح وكل التحذيرات الداخلية والخارجية قالت للرئيس أبو مازن أجل الانتخابات وإلغي الانتخابات إلا أنه أصر على إجراء الانتخابات قال لهم لا يمكن تسقط في فتح أنا عندي الديمقراطية أولا ولذلك الرئيس أبو مازن أصر على إجراء الانتخابات وتوحيد الساحة الفلسطينية في عام 2005-2006 أنا أتحدث منذ توليه السلطة الرئيس أبو مازن بالمناسبة إذا انتقر أن هذا الانقسام في فتح ليس هو المسبب الرئيسي لا لا ليس هو المسبب الرئيسي المسبب الرئيسي هو رفض الاحتلال الإسرائيلي إجراء الانتخابات في مدينة القدس هذا هو السبب الرئيسي والحقيقي وبالتالي بدليل أن الرئيس أبو مازل لم يلغي الانتخابات هو أجل الانتخابات تأجيل الانتخابات مرهون إذا حصلنا غداً أقول أستاذة مجدى بس نقطة مهمة إذا حصلنا غداً على موافقة من الاحتلال الإسرائيلي وبضمنات أوروبية حتى يأتي المراقبين الدوليين والأوروبيين إسرائيل منعت الأوروبيين للمراقبة أن يحصلوا إذا حصلنا غداً تم تحدث الرئيس أبو مازل بشكل واضح إذا حصلنا غداً لأسبوع القادم للانتخابات نشرك هذا الاتصال الهاتفي معنا في الحوار دكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس لدراسات المستقبلية جامعة القدس أهلا بك دكتور أحمد أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم دكتور أحمد الانتخابات الفلسطينية ما بين التأجيل الأسباب المعلنة والأسباب غير المعلنة كيف ترى هذا القرآن؟ يعني التأجيل بالتأكيد يعني له أسبابه المختلفة والمتعددة السمد الرئيسي والذي ذكره رئيس أحمد عباس هو أنه الإسرائيل بنعت إجراء الانتخابات في مدينة الكدس المحتلة والرئيس أحمد عباس كان يريد يعني تصريحا علاليا من إسرائيل بسماح بالإجراء الانتخابات في المدينة المقدسة هذا التصريح العالمي الذي كان يريده الرئيس أحمد عباس عمليا يكسر فكرة أنه هذه المدينة المقدسة مدينة عاصمة لإسرائيل ملاحظة وأنه المقدسيين ليسوا رعاية لإسرائيل هذا البيان العلني والجلي والفريع إسرائيل بالتأكيد لم تعطيه بالتأكيد لأنه أولا نتنياهو الآن وهو محاصر ولا يستطيع لشكل حكومة لا يستطيع أنه يعطي هذا العمر للفلطنيين لأنه سيجعل عاصمة هب في وجهه وبالتالي سيمنعه من أن يقيم حكومة بالإضافة حتى لو أنه حكومة الأحزاب المنافسة أو أحزاب التغيير الإسرائيلية تريد أن تشكل حكومة أيضا لن تعطي الفلطنيين هذا العمر بالمناسبة لأنه سيكون اتلاف بين وسط متطرف ويمين متطرف وبالتالي إسرائيل لم تعطينا هذا البيان أو هذا التصريح على الإطلاق لم تعطينا سألوا أنه عن مسألة أنه ذهاب إلى القدس والجراء الانتخابات بالكوة أو انتزاع ذلك بالكوة أو كما يسمى الاشتباك مع الاستلال هل هذا العمر قانوني مش قانوني هل هذا فيعتبر أنه جزء منه هل هذا كسر لاحتكارية إسرائيل للمدينة المقدسة هل هذا الأمر قانوني أصلا هذا جدل جدل كبير لكن كل هذا الكلام ممكن يكون في جهة والأمر الآخر في جهة أخرى هل هناك خبار خاوف من إجراء هذه الانتخابات بحسابات طبعا في السلطة المغضرية الفلسطينية هل هناك مخاوف؟ قد يكون هناك مخاوف على ذكرة مخاوف أولا بحركة فتح والجدل اللي داخلها أيضا مخاوف من أطراف أخرى تريد أن تدخل النظام السياسي الفلسطيني وبالتالي قد يكون هناك مخاوف مخاوف حقيقية مخاوف لأنه الأحزاب الكبيرة بالمناسبة إذا واجهت التفكك أو التشضي هذا سينعكس الأمر على البلد كله وبالتالي برأيي أنه حركة فتح حركة قوية وشعبية ومحبوبة وما يحصل فيها يحصل في البلد ككل وبالتالي كما يقال يعني إذا ما تفتحي إذا ما تفتحي البلد الوقت هذا صحيح إلى حد كبير لأنه هذه حركة شعبية وتسيطر أو تحتكر القرار والمال والعلاقات والشرعية إلى آخره والتالي نعم يعني في فتح فيه جدل حقيقة فيه جدل وقد رأينا هذا الجدل وكيف تبظهر في قوائد مختلفة نعم نعم أنا بشكر حددك دكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس الدراسات المستقبلية جماعة القدس بعوض لضيفي الكريم هنا على الهواء في الستوديو مع الدكتور وسامة شعس أستاذ العلاقات الدولية والمحل السياسي الفلسطيني ونحن نتحدث عن الوضع الإسرائيلي نعم ونتحدث عن يمين وسط ويمين متطرف من يحكم الحياة السياسية في إسرائيل الآن إذن نحن نتحدث عن تعامل في تعامل مع السلطة الفلسطينية بأي حال من الأحوال نعم وهو جدل لن يرضى بأي حلول ترتقي بالوضع الفلسطيني لما هو أفضل ومنها بالتأكيد الانتخابات نعم لنه صدر على الفكرة ولكن سنرى ما سيحدث ولكن ما هي الضمانات بعد أن تستقر إسرائيل أن تسمح السلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات في قدس شوفي بايدن عندما وصل أنا أبدأ بأمريكا بايدن عندما وصل قرر أن يعيد العلاقات الفلسطينية الأمريكية نعم وبدأ بقضية اللاجئين قضية اللاجئين إعادة دعم الأنروة ويضخ الأموال إلى الأنروة ومجددا وصلت دفعة من الأموال إلى مؤسسة الأنروة لأمم المتحدة للاجئين وبالتالي بدأ في إعادة العلاقات الفلسطينية الأمريكية وبدأ يستأنف أيضا الدعم الأمريكي إلى سكان فلسطين في القدس المؤسسات المدنية في القدس وفي بعض المؤسسات في السلطة هذا كله يجب أن يقابل بثمن هو يريد أن يعود بالعلاقات الفلسطينية الأمريكية ثم يطلق مبادرة سلام أو عملية سلام جديدة بخلاف مبادرة صفقة القرن كما تحدث فيها الرئيس الأمريكي السابق ثم يأتي بفكرة حل الدولتين كما كان في العهود السابقة من الرؤساء الأمريكان السابقين من أوباما وصولا إلى ما قبل بوش الأب عندما بدأ في فكرة مدريد على أساس حل الدولتين والقارات الدولية الآن نحن نتحدث من جورج بوش الأب ثم كلينتون ثم الإبن جورج بوش الإبن ثم أوباما كل هؤلاء جاءوا بفكرة حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة وعملية سلام وبدأت المفاوضات تسير صحيح فيه تعثر كبير جدا يجري هنا وهناك هذه المرة وجولات هنا وهناك ولكن بالإجمال كانت الولايات المتحدة وسيط غير نزيل بالإجمال لكنها في لحظة ما تقرر الضغط على الاحتلال الإسرائيلي تنفذ هذا الضغط بمعنى في عام 1991 تعنت شمير إسحاق شمير رئيس وزراء حكومة الاحتلال مش حروح على مدريد قال لهم عين عين قال له مش حروح قال له غصبا عنك حتروح بوش الأب غصبا عنك حتروح وأجبروا على الذهاب وقف ورقة الضمانات المالية الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي فش فلوس لك راح يجري بالتالي الولايات المتحدة تستطيع أوراق اللعبة أوراق اللعبة الدولية عندما قال السادات بشكل واضح رحمه الله قال أنه أوراق اللعبة 99 من أوراق اللعبة الدولية بين إذن الولايات المتحدة دكتور سنة تستطيع أن تضغط على الاحتلال ولكن ليس الآن ستتركه يشكل حكومة أيًا كان الذي يخرج بحكومة ستأتي الولايات المتحدة بدأ مفاوضات طيب أنا مش قادر أعمل انتخابات خلوني أعمل انتخابات أولا بدنا نجدد الشرعية طيب خليوه اجبروهم إذا نحن في انتظار إرادة الولايات المتحدة في هذا الأمر في رغباتها في الوصول للمفاوضات من أجل حل الدولتين المزمع في هذه المرحلة نعم البعض بيرى أن إرادة إسرائيل وأن كل كروت اللعبة في يد إسرائيل في هذه المرحلة وليس في يد الولايات المتحدة خاصة بعد قرار الذي قام به رئيس الأمريكي السابق ترامب بنقل السفراء الأمريكية إلى القدس يعني أوراق اللعبة مش في إيد الاحتلال إسرائيل هنا في حال التخبط مش قادرين شكله حكومة يعني نتنياهو نفسه كما ذكر الضيف مداخلة الأخ دكتور أحمد دكتور أحمد رفيد نعم قال بشكل واضح هو محاصر لأنه لا يستطيع تشكيل حكومة فبالتالي هم جميعا الآن يشحتوا أي قرار من الشعب أو من الكنيسة أو من الأعضاء بتمنوا أي واحد ييجي يقول له بدي يقف جنبه وبالتالي إحنا يعني ملناش دخل فيهم إيش بي إحنا إلا دخل في قضيتنا القدس إجراء الانتخابات في أراضينا المحتلة عام 67 استنادا للقانون الدولي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبية اللجنة الربعية الدولية جاءت إلى القيادة الفلسطينية وطلبت منهم تجديد الشرعيات للذهاب إلى عملية سياسية جديدة أهلا وسهلا قالهم الرئيس تفضلوا عم المرسوم الضمانات كله تخلى كله هرب لأنه مش قادر يضغط عليهم لأنه ما فيش قرار عندهم وبالتالي أنا بقول لك المشهد القادم الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع أن يجري الانتخابات في القدس في الفترة الحالية بعد ما تتشكل الحكومة سواء نتنياهو حيرضى غصبا عنه شارون كان أعند منه شارون وافق على إجراء الانتخابات في 2006 شارون كان رافض رفضا تاما أجرى الانتخابات في القدس بضمانات وبدغوط أمريكية عليه وبوش الإبن المتطرف طيب خلينا نفترض أسوأ السيناريوهات وهو أنه حتى بعد اكتبال الحكومة الإسرائيلية لم ترضى بإجراء الانتخابات في القدس إذن لا يوجد عملية سياسية كيف ندخل في عملية سياسية جديدة يعني هل تطاقف العملية السياسية رهينة إجراء الانتخابات في القدس أم سيتم تخطي هذا هذه ورقة الضغط في القيادة الفلسطينية إذا أنتم حابين يكون فيه هناك عملية سياسية ندخل فيها مجددا فلنذهب إلى الانتخابات أولا طيب خلينا نفترض سيناريو آخر نعم وهو القيام بعملية التصويت الإلكتروني لتخطي هذه العقبة اللوجستية ما هي السيناريوات المتوقعة بعد ذلك في حالة غياب الضغط الأمريكي نعم أو ضغط بجتمع الدول لا في حال غياب الضغط الأمريكي وعدم إجراءها في القدس هناك منافذ أخرى للقيادة الفلسطينية مثل الانتخابات أولا ما هي الانتخابات الانتخابات هي جزء من عملية ديمقراطية طيب والعملية الديمقراطية هذه بمجملها هي جزء من بناء الكيان السياسي الفلسطيني أو النظام السياسي الفلسطيني النظام كله السياسي الفلسطيني هو جزء من مصالحة يعني المصالحة الفلسطينية سواء بدأنا بتشكيل حكومة سواء أجرينا انتخابات في التشريع سواء وحدنا المؤسسات المنقسمة عن بعض في المؤسسات الإدارية في الضفة وفي غزة توحدوا مع بعض سواء أجرينا انتخابات في المجلس الوطني الفلسطيني الأشمل لمنظمة التحرير والمجلس التشريع خلي بالك مش هو كل نظام السياسي الفلسطيني يعني مش زي مصر مش زي سوريا مش زي بريطانيا مش زي أوروبا لا الشعب الفلسطيني مقسوم نص سن خارج الوطن وداخل الوطن وإضافة لجزء آخر عند الاحتلال الإسرائيلي يحملون الهوية الإسرائيلية بكل أسف طبعا نتيجة الظروف الآن المجلس التشريعي يمثل فلسطينيين داخل الأرض المحتلة فقط 67 لكن لا يمثل الفلسطينيين اللي عايشين في مصر ولا اللي عايشين في سوريا ولا اللي عايشين في لبنان سرعة مليون فلسطين على مستوى العالم مشتتين لا يحملون الهوية الفلسطينية داخل الوطن لا يستطيعون العودة إلى داخل أراضيهم هؤلاء لا يستطيعون التصوير إذن نبدأ فيهم نبدأ بإصلاح المجلس الوطني الفلسطيني وأجراء انتخابات داخل المجلس الوطني فلتكون هذه البداية الانتخابات بالمناسبة إذا طلعت على مرسوم الانتخابات الرئاسية الرئيس أجرى مرسوم المرسوم الأول 22 مايو تجرى انتخابات التشريعية ثم 1 يوليو تجرى انتخابات الرئاسية ثم 1 غسطس تجرى الانتخابات المجلس الوطني أو تشكل المجلس الوطني إذا نحن نتحدث على ثلاثة مراحل العملية الانتخابية نبدأ بالمجلس الوطني بلاش نبدأ بالتشريعي نبدأ في المجلس الوطني وهي أسهل وأسهل من دخوله في القدس بلاش نبدأ في المجلس الوطني ولا في التشريعي نبدأ في الحكومة نشكل الحكومة وشكلنا قبل ذلك تم تشكيل حكومة في 2014 والاحتلال أفشلها لأنه لا يريد دخول حركة حماس فيها باعتبارها يعني يعلن أنها إرهابية وحركة ويهدد السلطة الفلسطينية بالمناسبة رئيس الاستخبارات الاحتلال الإسرائيلي ذهب إلى الرئيس أبو مازين وطلب منه عدم إشراك حركة حماس في الانتخابات وأصر الرئيس الفلسطيني قال له هذا جزء من الشعب الفلسطيني وجزء منه بدون حركة حماس لن يكون هناك وحدة وطنية ولن تجرى الانتخابات إلا بوجود حركة حماس معنا لا يمكن أن يكون هناك لذلك الرئيس الفلسطيني معروف عنه بمواقفه بشدة المواقف عنده يعني وضوح لا يمكن التراجع عن قرارات هي بالأساس قرارات صحيحة هو منذ أن تسلم السلطة في يناير 2005 في مارس 2005 ذهب باتجاه مصالحة مع حركة حماس في مصر وعمل اتفاقية المصالحة في 2005 مارس 2005 يعني بعد شهرين ما تولى السلطة فورا عمل إجراء مصالحة ثم أنا أصدر مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات ثم أجلها وأدخل حركة حماس في الانتخابات الفلسطينية في 2006 والانتفازت فيها حركة حماس لذلك هو لا يهتم كثيراً سواء صحيح بتأثر أنه سقطت فتح أو نجحت لكن بالمناسبة أبو مازن كمان كرئيس يعني للشعب الفلسطيني وأنا كنت في فترة 2005 في يناير 2005 كنت يعني مدير حملة الرئيس في إحدى المحافظات أبو مازن أبو مازن لما صارت الانتخابات في 2005 حصل على أعلى الأصوات في ذلك الوقت أعلى من حركة فتح لمن حصلت له في التشريع وبالتالي لديه الشعبية الجارفة التي تؤهله أنه يخوض الانتخابات ولا يخافه ولا يخشي من أحد حركة حماس لديها رغبة في إجراء الانتخابات حتى أنها قالت أنه يجب إجراء الانتخابات رغم عن في إسرائيل وإذا رفضت إجراء الانتخابات في القدس سوف تصطدم معها فصائل المقاومة ما رأيك في هذا الطرح؟ يعني أنا أختلف معنا أنا أحترم حركة حماس والأخ اسمعين هنية أنا استمعت إلى خطابه بعناية وباهتمام وجدت أنه يعني هو لا يختلف كثيراً على الموقف الرسمي ولكن الاختلاف فقط في نقطة واحدة أنه يصر على إجراء الانتخابات رغم أن في الاحتلال فكرة رغم أن في الاحتلال غير يعني محفوفة المخاطر غير محسوبة غير مضمونة وبالتالي أنا يعني لو أجرينا الانتخابات في مسجد الأقصى كما طلب هو وكما طلب في الكنائس أو في المسجد الأقصى من الذي سيحمي هذه السندوق؟ من الذي سيضمن سلامة المواطنين الذين يذهبون إلى الانتخابات؟ من الذي سيضمن المسألة ليس التصويت فقط؟ المسألة مسألة هناك 36 قائمة مرشحة من الذي سيضمن وصول المرشحين إلى الناس لإقناعهم طيلة فترة ثلاثة أسابيع منذ واحد مايو حتى 22 مايو نحن نتكلم على ثلاثة أسابيع من الذي سيضمن سلامة الديمقراطية والعملية الانتخابية في داخل مدينة القدس؟ هل هو فقط تصويت يوم واحد؟ لا طبعاً الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أعضاء من مرشحي قائمة حركة حماس اللي فيها الأخس معنينية يعني حركة حماس اللي بترأسها الأخس معنينية اعتقلوا أعضاء من مرشحين حركة فتح وهاجموهم ودخلوا على مراكز الاجتماعات القاعات الاجتماع اللي بيجتمعوا عشان يدعوا لدعم هذا المرشح أو دعم هذه القائمة وبالتالي نحن نتحدث ليست على تصويت إلكتروني فقط على حرمان المواطنين من حق إبداء الرأي وحق الدعاية وحق الترشيح سواء في اليفطات في الشوارع أو في المراكز أو في الندوات في الحفلات دكتور أسامة إيه هي الخطوة البديلة اللي يجب أن تتخذ الآن هل هي فقط الانتظار لحين الاستقرار الإسرائيلي؟ لا طبعا أم لا طبعا يعني أنا وأتمنى أن القيادة الفلسطينية الآن تكون جميعا أنا سأوجه رسالة من خلالك للقيادة الفلسطينية وثانيا للفصائل الفلسطينية وثالثا للقوى الشعبية والمدنية الفلسطينية نحن في حالة استثنائية على المستوى الكوني نحن نتحدث عن احتلال وعدم قدرة لدينا على وصول إلى العاصمة المحتلة وبالتالي عملية الانتخابات يجب أن تكون بشكل مهني والالتفاف على الاحتلال أهم بكثير من إجراء الانتخابات في الوقت الحالي كيف يمكن أن نخرج؟ نعم لدينا مشروع مصالحة متفق عليها قرارات اتفاق 2011 ثم 2014 ثم 2017 كلها برعاية مصرية الورقة المصرية موجودة والملفات هي موجودة ومتفق عليها وهنا التفاهمات الآن بإمكاننا الذهاب إلى حكومة وطنية كاملة بدون أي فيتو من أحد يتم اختيار الوزراء جدد قيادة وطنية موحدة من الفصائل جميعاً الذين وقعوا على اتفاق القاهرة أو الحاضرين في المشهد بالإضافة إلى اختيار عدد من المستقلين في الساحة الفلسطينية ثم عقد اجتماع للقيادة الفلسطينية بشكل عاجل والتوافق على هذه الأسماء ومن ثم تشكيل الحكومة إذا شكلنا الحكومة مبدئياً نحن تجاوزنا مسألة الانتخابات مؤقتاً وليست إلى إمالة نهاية هذا أولاً ثانياً التوجه إلى تعزيز الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي ثالثاً التوجه إلى تعزيز المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي دولياً على مستوى الساحة الدولية من خلال حراك الدولي رابعاً لدينا المجلس الوطني الفلسطيني بإمكاننا الذهاب لإعادة بناء المجلس الوطني وإشراك كل الفصائل بما فيهم حركة حماس ثم إعادة تشكيل منظمة التحرين من البداية في داخل الوطن وخارجه وهذه مسألة تحتاج إلى الوقت إذن نبدأ بهذه الخيارات وأنا برأيي تشكيل حكومة وطنية هي الأول هي أولى الخطوات أولى الخطوات وهي الأفضل نعم وكل ما نتمنى هو إصلاح ما هو داخل البيت الفلسطيني نجل الانطلاق لخطوات عديدة دولية نحن في الاحتياج إليها في هذه القضية بشكل حاسم في هذه المرحلة الفصائل الفلسطينية الرسالة الثانية للفصائل الفلسطينية حتى يكون آخر شيء أتمنى من الفصائل الفلسطينية أن تعزز الثقة أكثر لأننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة من الثقة بين حركة فتح وحركة حماس تحديدا هناك نقاط بشهادة مصرية وبإدارة مصرية حكيمة هناك نقاط التقاء كثيرة حصلت في مصر واتفاقيات حصلت في مصر بالمناسبة حتى الانتفاقية الأخيرة التي جرت في فبراير الماضي البند الثاني منها يتحدث بشكل واضح أنه لن تجرى الانتخابات إلا في المناطق الفلسطينية جميعها بدون استثناء بما فيها القدس وبالتالي هناك اتفاق على ذلك إذن دعونا لا نختلف على شيء ودعونا أن نركز صراعنا مع الاحتلال وليس صراعنا أن نحول الصراع من صراع مع الاحتلال إلى صراع داخلي أنا أشكرا لك دكتور أسامة شعف سأتزغل علاقة الدولية والمحل السياسي الفلسطيني على وجودك معنا النهاردة في المشهد شكرا لك شكرا مشاهدين كانت هذه إطلالة على واقع تأجيل الانتخابات الفلسطينية غدا قبل هذا الموعد بساعة إطلالة جديدة على المشهد بحل وعالم ودولي شكرا لك